لعله عام الاحتجاجات بامتياز في إيران عام 2018 كيف لا؟ وقد شهدت المدن والقصبات في عموم إيران ما يقارب من عشرة آلاف حركة احتجاجية بحسب المعارضة الإيرانية وتوزعت بين تظاهرات ضد النظام وسياسات الفاشلة في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وإضرابات عمالية وأخرى لمعلمين وطلبة وسائق الشاحنات وغيرهم حملت تلك التظاهرات ولأول مرة شعارات الموت للمرشد هذه انتفاضة العارمة انطلقت مطلع العام 2018 واستمرت إلى نهايتها بشتى الطرق من تظاهرات إلى أضرابات إلى وقفات احتجاجية في عموم المدن وضواحيها حتى وصلت بحسب إحصائيات معاقل المقاومة في الداخل إلى حوالي عشرة آلاف حركة احتجاجية وقد حاول النظام بشتى الوسائل قمعها لكن فشل في ذلك الرسوم البيانية تظهر أعداد الاحتجاجات في عموم البلاد خلال أشهر السنة والتي خرجت في مطلع العام 2018 كانت في الغالب ضد الفساد الحكومي وانتشار الفقر والبطالة وإنعدام الخدمات غير أنها توسعت شيئا فشيئا لتطالب برؤوس النظام وأقطابه إلى أن جاءت العقوبات الأمريكية في حزمتي الأولى في أغسطس الماضي وكأنما صب الزيت على نار تلك الاحتجاجات التي توسعت أكثر حتى جاءت الحزمة الثانية من العقوبات في نوفمبر الماضي بمثابة مسمار في نعش النظام بعد أن انهار الاقتصاد والعملة المحلية بشكل قياسي فهب المواطن إلى الشارع يؤازر التظاهرات التي كانت مستمرة والإضرابات توسعت ولا تزال قائمة منذ البداية كانت أهداف التظاهرات مشخصة في إصلاحات شامل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والشعارات كانت منصبة على كل جانبين داخل النظام بدءا من المرشد خامنئي وكذلك روحاني ونزولا إلى بقية أقطاب النظام حتى وصلت إلى المنادات بعل الصوت وفي مراكز المدن وساحتها الموت للمرشد الموت للدكتاتور وفي ظل عام مليء بالاحتجاجات التي لم تزل وقعها شاهدا في الساحات العامة وشوارع المدن فإن انعكاساتها على العام الجديد لن يكون أقل من عامها السابق كما يرى المتابعون الذين يرون بأن شعاع التغيير في النفق الإيراني المظلم قد لاحى في الأفق